نطيل على حضراتكم بقى يعني خبرين بس يمكن فيهم خبر كمان يهم حضراتكم لأن ليه علاقة بخدمة كلنا بنستخدمها ويمكن 2 مليار شخص حول العالم بيستخدموها الواتساب بس يعني قبل أن أقول لحضراتكم عليه خلينا أقول لحضراتكم كمان حاجة كده حالة حصلت على السوشيال ميديا وأتمنى زمايلي بس يحضروا التويتات معنا فنان عمرو واجد أعلن انضمامه لأبطال الجزء الثاني من الفيلم الأمريكي المرأة الخارقة أو Wonder Woman في شك أنه فيلم مهم قوي النسخة الأولى منه يعني كان لاقت استحسان الجمهور فكتب واكد أنتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة الجزء الثاني إخراج كذا ومتوقع نزوله كذا كذا يعني مهم يعني ده اللي كتبه بعدما كتب الموضوع ده علينا أقول لحضراتكم مين هي بطلة الفيلم بطلة الفيلم اسمها جال جادات وهي موثلة إسرائيلية خدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة سنتين وبالتالي لما نشر واكد القصة دي انهالت عليه التعليقات على تويتر ناس كتير انتقدت ناس كتير هجمت إزاي بتعمل فيلم مع موثلة إسرائيلية وكان يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي اتكتبت حد كتب له مثلا ان فيه تناقض كبير جدا لواحد بدافع عن قضية من يوم ما طلع يمثل مهما كانت ظروفه فما فيش مبرات انه يشارك في تمثيل هذا الفيلم وحد تاني كتب له انه هذا الفيلم المرأة الخارقة يعني فيلم مثلت فيه إسرائيلية اللي هي جال جادات وانه النهاردة واكد بيمثل في هذا الفيلم وبيعني بيفتخر انه مشارك في هذا الفيلم خليبال حضراتكم يمثل ما يمثلش يفتخر لا يفتخر ده شيء يخص يعني والناس بدأت في تعليقاتها تربط تعليقاتها بهاشتاج التطبيع خيانة فواكد رد قال انه بيبرر يعني مشاركته في الفيلم قال في تويتها تانية وهو بيرد على الناس ان علمني الفا أن أكون إنسانا قبل أي شيء وأن أعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق وعلمني أيضا أن أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص وأن أكون صادقا للإنسانية أعمل على ذلك ليلا ونهارا وأحارب في نفسي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان أو على الأقل أحاوله جاهدا فاستمرت موجة الهجوم على عمر واكد بغض النظر بقى الناس موافقة مش موافقة متضايقة مش متضايقة أنا بس بحب دايما أن احنا نقف عند بعض الأشخاص اللي هم بيكلموا الناس بيقولوا على فكرة لا بهجم عمر ولا يعني الفكرة مش هجوم الفكرة بس توضيح لمن يعشقه من يعشقه من حيث سيبكم بالفن إنما من حيثه أنه صاحب قضية صاحب مبدأ ونعرف أنه اللي بيبقى صاحب مبدأ مبدأ لا تتغير واللي صاحب قضية ما بيباعهاش في يوم وليلة هل أنا اللي بداعي الكلام ده عليه؟ أبدا سأذكر حضراتكم بلقاء لعمر واكد سؤل فيه سؤال واضح تمثل في فيلم فيه ممثل أو ممثلة إسرائيلية أصلا عملها قبل كده وقتها قال أنا ما كنت شعر المراضي هو عارف وبيبرر هو بيقول عشان إنسانية ومش قضية بس الأشخاص لأ ومش الكلام ده كله يعني خلاص؟ طيب هل عمر واكد في النسخة السابقة كان يمثل قدام حد إسرائيلي سواء رجل أو مرأة تعالوا نفكر حضراتكم في هذا اللقاء اللي كان فيه إحدى البرامج اللي أذيع من سنوات يعني أعتقد ده يمكن يكون من قبل 2010 تريبا أعتقد يعني أعتقد فخلونا نشوف كان رده إيه على هذا السؤال قبل كده ما كانش يعرف طب هو دلوقتي عارف فين بقى نصة القضية من تعليقات الزريف الناس كاتبوا هالي وجابوله صورة من فيلم ما كان نشارك فيه اللي هو أصحابه اللي بيزنس وكان لابس الغطرة الفلسطينية واستشهد في أحداث الفيلم وبتاعه فناس كتير قايتلو ده الموضوع بيزنس بقى زي ما بقول لحضراتكم أنا ما عنديش يعني لست بصدد إنه أتكلم على حد يمثل مع مين ويمثلش مع مين يعني كل واحد حر في قراراته إنما لا تدعي إنك صاحب قضية وإنت باعتها بشكل واضح وباعها قمت في ظل اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة اللي قتلوا أسرة من ثمان أفراد فيها خمس أطفال اتنين منهم عندهم سنتين ونص أو ثلاث سنوات ده لسه يوم الخميس اللي فات واستمرت الاعتداءات إسرائيل بتبني مستوطنات بومبيو كان لسه بيقولك ما تبني مستوطنات ده مش مخالف للقانون الدولي وكان رد عليه النهاردة في جلسة العامة في مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال انه قال لا طمعا يا قانون الدولي ده مخالف للقانون الدولي فكل الأحداث دي بتحصل من الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين اللي عمر واكد كان قبل كده بيقول انه مناصر للقضية وعنده قضية لا يتخلى عنها على ما يبدو انه تخلى عنها مشان اللي بقول ادي واقع ودي كلامه